باب السماء كلما قربتل وقربت دعوة سمي النماء من غير أمل تصعب باب السماء كلما قربتل وغربت دعوة سمي النماء من غير أمل تصعب والقلب والسماء إلا إيمان بالله وقصد كرمت الآن واللي بيقربت السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته مرحبا بكم أخوات الإيمان والإسلام في لقاء جديد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي امي سي أسأل الله عز وجل أن تكونوا على خير وعلى نعمة وأن يكشف الله عننا وعن بلادنا الداء والوباء والبلاء والغباء وأن يحفظ بلادنا من كل داء يا رب العالمين اللهم احفظ جيشنا اللهم احفظ جيشنا اللهم احفظ رئيس جمهوريتنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللهم أمد له في عمره وبارك له في صحته وعافيته اللهم أمده بمددك وافقه لكل خير يا رب الخير اللهم احفظ أولادنا اللهم بارك لنا في أوطاننا اللهم ارحم أباءنا وأمهاتنا اللهم اشف مرضانا وارحم شهداءنا يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدك كاشف الغمة وباعث الهمة ومنقذ الأمة سيد الرسول رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الحقيقة النهاردة في حدثين مهمين جدا حدثين حدث كوني وحدث وطني أما الحدث الكوني فهو كسوف الشمس تلك الظاهرة الكونية القدرية التي أرادها الله تبارك وتعالى بقدرة منه وبرحمة منه انذارا وتبيانا واعلاما وتهديدا واعلاما وكل شيء الحدث الكوني القدري المتمثل في كسوف الشمس هو رسالة للغافلين رسالة للغافلين بمنتهى البساطة يعني المولى تبارك وتعالى لا يستأذين واحدا من خلقه إذا أراد أن يجري أمرا من أمور المقدورات التي يجريها ويعملوا اللي انتوا عاوزينه محدش هيقدر يعقب على قضائه ولا يعقب على إرادته سبحانه وتعالى ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بيقول إيه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم وأسر قولكم أو اجهروا به إنه علم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلين فكيف كان نكير صدق الله العظيم يقدر ولا يقدر عليه سبحانه وتعالى جل وعلا وعلشان كده ده كان يوم إنذار وتهديد ووعيد للجميع حتى ترعوي النفوس الضالة وتصغر النفوس المتكبرة المتجبرة التي يريد الله لها أن تعلم وينذرها بإنذاره العنيف في كتاب الله تبارك وتعالى المقرؤ والمنظور المسمى بالكون وفي الأرض آيات للمقنين طيب ده يوم الكسوف ده قدر كوني القدر الوطني بقى اللي احنا فيه بقى هو يوم المصارحة ويوم المكاشفة الذي قام به السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حافظه الله السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بارك الله فيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمده الله بمدده بكل حب وكل دعوة خالصة من الله تبارك وتعالى يوم المكاشفة يوم المصارحة يبقى تقدر تقول أن يوم الكسوف كان يوم ما فيهوش مدراء ولا تخبئة ولا كسوف يوم الكسوف اتكلم معنا رئيسنا بكل وضوح وبكل صراحة وبكل شفافية وما عندناش ما نحجل من أجله وما عندناش اللي نكسف بسببه وما عندناش أسباب تداري حاجة كله كان في منتهى الصراحة وفي منتهى الوضوح وفي منتهى الشفافية والله والله رغم أننا نعرف عنه الصدقة والصراحة إلى أن هذا المستوى الذي يعني تجاوز الثلاث ساعات تقريبا أنا معرفش قد إيه لكن كلنا كنا متمصمرين قدام التلفاز قدام الشاشات وكنا بنسمع وبننتبه وبنأيد وبنكتب وبنفكر في كل كلمة اتكلم في كل شيء أولا ما شاء الله لا قوة إلا بالله رئيس يناقش كل شيء وكل الأرقام وكل الاحتمالات وكل المسارات وكل الوزراء بخبرة ودقة هو نفسه قال لك قال لك هو عا تفتكر أن أنا عشان بسأل واحد كده أن أنا ما نشعارف ولا لا ده أرقام موسوعة رقمية متحركة ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني إحنا ما شفناش هذا المستوى من المعلوماتية أصلي هي قصة كلها قصة معلومات عندك معلومات يبقى حتقدر تتكلم مظبوط عندك معلومات يبقى قراراتك حتبقى مظبوطة فيما صارها الصحيح تاني حاجة إحنا جماعة فجئنا برئيس دايما يذكر الله في كل عمل يعمله ويحمد الله على كل نجاح وينسب لله كل فه سمعت يا مولانا هو بيقول النهاردة إيه بيذكر الآية ففهمناها سليمان إن الفهم ده من عند الله سبحانه وتعالى يعني رئيسك له علاقة بالله أو باختصار شديد نقولها لكم بالبلد كبيرك له كبير كبيرك اللي هو رئيسك يعني له كبير بيخاف من الله بيذكر الله بيسبح الله شوف أنا مش دعوة بواطن القلوب دي ملك الله لكن أنا لي العلاقة باللسان ولذلك إنما الأعمال وبالنيات دي تعلاقة بينك وبين ربنا إنما أنت بالنسبة لي إنما الأعمال وبالأعمال بتقول إيه أنت بتذكرني بإيه ثالث حاجة خدنا بنا منها إنه رئيس بيسمع للجميع وبيحاول رجل شارع وبيسأله أنت عايش إزاي مرتبك كام عندك أولاد قد إيه ربي حاجة عندنا رئيس زي منتوا سمعتوا كده حضراتكم وبمتاز صراحة ما عندوش سقف للطموح عنده طموح لا نهائي عاوز البلد دي تكون أعظم بلد أكبر بلد أطخم بلد أقوى بلد أم الدنيا وقابد الدنيا عاوز البلد تسلم للأجيال القادمة بشكل خالص وبشكل واضح وبشكل سليم وبشكل مفوش أي نوع من أنواع اللابس الكلام ده كلام مهم جدا إحنا الحقيقة شفناه ولمسناه من كلامه ومن فعله ومن فعله قبل كلامه هو ما وقفش معانا الفترة دي كلها قبل كده الفترة دي بالكامل اللي الرئيس وقف فيها على رجليه بيكلمكم من غير لورق ولا ألم كلام من القلب إلى القلب وينقش كل وزير بأرقام وبدوال وبإحداث وبمناسبات وبقرارات ده كلام إحنا ما شفناهوش قبل كده إحنا الحقيقة الحقيقة الناس قعدت فترة كبيرة جدا كانت بتعاني من العصر الفهلاوي عارف العصر الفهلاوي العصر الفهلاوي اللي كان يلبس طائية ده لده ياخد طائية ده يحطها لده ياخد فلوس ده ويديها لده ياخد معرفش ده وكانت النتيجة أن تراكمت الأعباء وتراكمت الديون وتراكمت المشاكل وتراكمت الواجبات وتراكمت وتضخمت الأمراض وتفحلت الأحوال بشكل كان لازم علاج علاج إيه؟ بيقولوا عليه علاج يعني جراحي ما هوش علاج تسكيني لا مش بيسكن مش بيدي مسكن يعيه يعالج يا ما يعالجش ولذلك هو ألهلنا في أكتر من مناسبة استلم البلد عاملة زي استلم البلد شبه بلد استلم الدولة شبه دولة استلم المرافق ممزقة ومدمرة استلم المرافق مفككة ومهترئة ومتفككة ولا قيمة لها طرق فاسدة شبكات طرق لا تصلح للتعامل البشري ولا للإنسان نزيف الأسفلت لم يكن يخطر ببال مخلوق عدد الضحايا اللي كانوا بيتسخطوا في مصر على الأسفلت في حوادث السيارات أضعاف عدد الشهداء الذين فقدناهم في كل الحروب اللي خدناها في تاريخنا الوطني والنضالي كلام ده كله شفناه كنا شايفين ميا ملوسة مخلوطة بالمجاري كنا شايفين مجاري طفحة في الشوارع وبنعدي على طوب وعلى أحجره وعلى جسور كنا بنصنع جسور في الأحياء عشان نعدي بعيدا عن تلاوس الملابس بمياه المجاري في الشوارع والطرقات كانت التليفونات غير آدمية بالمرة كانت الكهرباء مستمرة للقطاع كان التعليم بيتردى من سيء إلى أسوأ حالة المستشفيات كانت من سيء إلى أسوأ الحالة الصحية كانت شبه منعدمة كان الموت بالنسبة لنا أقرب وأكرم من الحياة حتى المقابر كانت فيها أزمة حتى المساكن والشؤة ما كانش فيه لا شؤة ولا مساكن وإحنا عصرنا وشفنا على الناس اللي بتتنظر على الأزمين السابقة أني كانت أي عروسة تتجاوز في بيت أبوها بيفضلها أوضى في بيت الحج علشان ما فيش عندهم القدرة على الخلو أو على شاء وتعاملت بكده أفلام كوميدية أفلام كوميدية شقة من حق الزوجة والساكن المقابر والبؤساء ومعررش إيه أفلام كتيرة جدا ناس سكنة في القبور وظهر سماصرة المقابر اللي بيبيعوا المقابر علشان تسكن بجوار الموتة لأن سكنك بجوار الميت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على ما تبقى لك من كرامة ربنا سبحانه وتعالى نزقنا أو يعني بوضع اختلفة الأمور إحنا كنا أمنيا في وضع مبكي أمنيا كنا في وضع مبكي ويكفي أن أقول أن كانت الوضع الأمني زي بعض الدول المجاورة شبابنا اللي طالع جديد اللي ما شفش الأيام السودة اللي احنا شفناها وعشناها في التفسخ الأمني والتفكك الأمني يقدر ينظر بس للدول المجاورة الدول المجاورة التي لا يأمن فيها الواحد على نفسه داخل بيته اللي ما تقدرش تصلي في مسجد المسجد بتفخخ الإرهاب منتشر في الشوارع القتل الميليشيات موجودة في كل مكان الميليشيات كل الدول المحيطة بنا عشان تبقوا فاهمين فيهم ايه ميليشيات الميليشيات دي جيش جوه الجيش احنا جلنا رئيس ما سمحش بوجود ميليشيات وقالها صراحة كده علشان محدش يسرح بعيد قال أنا مش هكون للفريق ده ولا الفريق ده أنا مصري مواطن أنا من هذا البلد أنا وطني ويقسم بالله وحلف كده بالعظيم ربنا وصدقه وبرة في يميني قال لك أنا لا حكون سالفي ولا إخوانجي مش حكون تبع فصيل ولا تبع عشيرة زي السنوات الايام العجاف اللي شفناها في حياتنا الحمد لله رب العالمين ربنا رزقنا برئيس عنده مشروع وطني عنده فكر للبلد عنده حاجة الرجل حتى أهلنا صراحة في الكلمة اللي قالها قال لك ده إحنا بقى أنه سبع سنين بنتور سبع سنين من المعاناة وصبر دول مش كتار في مسيرة أي دولة الرجل قال صراحة الشرف لا يتجزأ والأرزاء على الله اسمع 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 الكلمة دي تاني قال لك الشرف لا يتجزأ والأرزاء على مين على الله رئيسك بيقول لك إن الشرف لا يتجزأ في زمن عز فيه الشرف وندرت فيه الرجولة وقلب فيه القيم للأسف الشديد الأرزاق على الله والشرف لا يتجزأ ولما بتكلم عن الملف الديني اسمع يا سيدي بنفسك ومن الرئيس لأن الموضوع في الملف الديني ده كلام أخطر كلام بالنسبة على الأقل كرجل من علماء الأظهر الشريف وعضو المجلس الأعلى لشيء الإسلامية هقول لك قد إيه الكلام ده كان مؤلم وكان هام وكان مفرح في نفس الوقت نسمع ثم نواصل ابقوا معنا وبقول لدكتور دياء أنتو عملتوا الحوار وشغالين فيه وبقول لك تاني بطلب منك يعني صحيح كمل بقى هات الموضوع مؤتمر للدين ونقعد بردنا نتكلم كده ونتكلم بمنتهى الصراحة الذي رافض والذي سيتهمنا أننا ليس مسلمين ولا متدينين والذي يقول لك والله أنتم ناس كويسين ممكن ربنا يسمحكم هاته ده هاته ده أنا أتكلم بجد الله لازم نعمل الحوار ده دكتور دياء أقول لي ما نحن نتحاول هذا الموضوع بمحل نقاش داخل داخل القضية أنا أتكلم إسلام ومسيحية أتكلم ماذا مش إسلام بس مش إحنا هنا مواطنين كلنا وكل واحد بعقدته طيب أقول لك الحاجة ثالثة صعبة أوي والله أنا صادق حتى اللي بيقول ما فيش حتى إيه اللي يا دكتور مصطفى بيقول ما فيش إيه قول هو أنا خايف خايف أنك أنت تقول كده حد ييجي معك تشخد من بالك ولا إيه ده العزيز تجيله زاحف مش هزقك عليه عرفته ليه بختلف مع مع الطيار ربنا ما حدش يزق أحد عليه هو أعز وأكرم وأكبر من كده ربنا أنت تجري عليه لأنه بتجري على الخير كل بتجري إيه على الخير كل يبقى نفتح المجال لنقاش حتى اللي بيقوله ما فيش آه طبعا هو أنا ما عنديش منطق ولا حاجة مش أنا أنا لأ أنا أنا بكلم أنا إحنا طب أنت شايف ما فيش طب ما هو قال عنك قبل من ألف سنة أنه يحب فينا شبتون ما فيش ما تجيبتش جديد يعني وعايز عايز مش عايز ربنا أشفق عليك تريح أشفق عليك أنك يفوتك الغالي يبقى لابد أن الفهم والنقاش الديني المتعمق لإصلاح بالمناسبة المفروض أن بفضلك يا رب أن التجربة والمصار اللي احنا بنعمله ده يبقى في وقت من الوقت ما عرفش إمتى هو عبارة عن يعني مثل نموذج اللي الناس بتقيش مع بعضها إزاي وبتتكلم مع بعضها إزاي يبقى أنا ما أقدرش أغفل الجانب ده والناس تتكلم فيه وتقول ما هشائد فيه اللي بيقيد واللي بيرفض واللي رفض خالص ولا حاجة ورجعنا لكم مرة تاني وتعليقا على كلمة رب الأسرة المصرية وكبير مصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي له كل الاحترام والتقدير كلام مهم جدا وده شأن عام ومحدش حيتكلمه غيرنا محدش حيتكلمه غيرنا يقولوا بقى شيوخ سلاطين شيوخ أمران شيوخ ملوك يقولوا اللي يقولوا ما مش إحنا لا يتم إرهابنا ولن نتسول من أحد بأي حال من الأحوال وزي ما الرئيس كلم بمنتهى عزة النفس كده بيقول إيه كده أنا مش هطلب إلا من الله فأنت منتظر إن أنا أطلب منك آسف آسف الأرزاق على الله آسف الأرزاق على الله يعني مش هلجأ لغيره يعني مش هطلب من غيره يعني مش هستجد إلا هو سبحانه وتعالى آسف كلام في منتهى الوضوح آسف إحنا لا نطلب إلا من الله عز وجل كلام في منتهى الوضوح سيد الرئيس تكلم بمنتهى عزة النفس حتى بيقول لك هم بيقولون أنت بتتكلم كتير عن ربنا ليه قلتهم لأنه حبيبي كلمة كلمة مختصرة كلمة ناس ولاد بلد كلمة ناس ليهم في ربنا باع ونصيب ليهم في ربنا حب ومكان وربنا لو ما كان في قلوبهم قال لك أنا بجيب سيرة ربنا على طول في كلامي لأنه حبيبي وكرموا على مصر فوق خيالكم وكل اللي أنا طلبه بقوله يا رب اقبل ما أفعله لهذا البلد وراح بقى ذكر جزء من الحديث عرشان بس تبقوا عارفين إن الموضوع في ذهني يعني أنا بس عاوز أقول لك الواحد فينا بيبقى لو أنت مدير عام أو مدير ورشة أو مدير شركة أو نظر مدرسة دماغك مزحومة دماغك مشغولة فما بالك بواحد رئيس دولة تخطت مئة مليون يا مولانا بيحكم مئة مليون ويبقى له في قلبه مكان لربه يبقى ده شيء مطمئن يقول حديث أنا ما سمعتوش من رئيس قبل كده ولا من مالك زي ما حضراتكم تقوله يقوله بيقول بيكلم ربنا في لحظة مناجهة بيقول يا رب أنت قلت اللي يذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا من ملأة وأنا بذكرك علشان لما يجوا وقولولي أنت البطل قلت لهم هو البطل اللي عاوزين نحافظ عليه قلت لهم هو ده كده أنا حتوقف عند التوصيف ده بأن أنا بطل للأسف الشديد حتى شكى من بعض الإعلاميين بمنتهى الصراحة والوضوح وقالوله أنت يعني أنت زي الزجاج الذي لا يجب أن يخدش وبعد كده تكلمه عن السجادة اللي ماشى عليها أو خلافه لا طبعا يعني مشكلة كبيرة فهنا المهم أن السيد الرئيس كلمة أهمية تصويب وتجديد الخطاب الديني ده بقى العيد بالنسبة لي أنا أنا شخصيا أنا شايف أن ده يعني تتويج بفضل الله لكل دعوات المصلحين من مشايخي اللي أنا نقلت عنهم أفكار تجديد الخطاب الديني الله يرضى عنهم ويرحمه يرحم اللي مات منهم ويبرك لنا في اللي عايش منه فبيقول أن تجديد الخطاب الديني أرجو أنكم تسمعوا الكلام ده بقى عشان محدش يزايد عليكم ويضحك عليكم ده مش تجديد في ثوابة الدين حقول تاني ده مش تجديد في ثوابة الدين ده الرئيس قال كده بالنص ليس تجديدا في ثوابة الدين ده بيتكلم عن الوسائل يا جماعة مش الثوابة خد بالك من حال الثوابة محدش يقدر يقرب منها ثوابة المعتقد وثوابة العبادات وثوابة التعاط إنما دايما أعداء البلد بيحاولوا يروجوا إلا كان أنت ضد الإسلام وضد الدين زي ما سمعت في المقطع اللي أنا أزعته عليكم قبل الفاصل حيقولك فيه ناس حتيجي تقول ده ضد الدين وناس يقولك ده مع الدين وناس يقولك اعودوا مع بعض وتكلموا وبصوت عالي وتبدلوا الأفكار مع بعض وكل واحد بقى حيزيد على الآخر أقولك ده ضد الدين ومش ضد الدين فلما بيقول الرئيس نفسه بقى يتكلم في القضية الخطيرة اللي أنا بنادي بيها بقى لي أكتر من 8-9 سنين بفضل الله قال لما أنا اقترحت موضوع التلاو وثقة التلاو الشافوي قيل ليه إحنا يعني مش عاوزين يتقال إن أسر يعني الرجال الدين أو العلماء الدين انقسموا القسمين قسم وافق وقال إنها توافق يعني تطابق الشريعة الإسلامية ما فيهش أي كلام والقسم الثاني تحفظ ليه عم الحج تحفظته ليه سيدي تحفظته قال لك السمي مش عاوزين مش عاوزين يتقال شوفوا الرئيس بيقولها وهو يعني أنا لمحت المرارة في الكلمات وهو يتكلم عن إن بعض رجال الدين لما أو بعض علماء الدين لما يتوخى الحذر من ألسنة الناس خدوا بالكو هي دي هي دي كلمة اللي أنا بقولها لكم باستمرار أو بفكركم بها بقالي فترة إن انت لو عملت حساب الناس انت مش تعرف تتكلم عشان تكتشف في النهاية إن انت اللي بيحركك شوية عيال على السوشيال ميديا عمالين يتهموك بكلام أو بيشتموك فبيحصل إرهاب للضعيف الدعفاء من أصحاب الخطاب الديني بيرجع خطوتين لورا خوفا من هجوم بعض العيال عليه وده كلام خطير جدا وده كلام يدل على إنك يعني ولذلك أنا بسميهم شيوخ منتصف العصى فاكريني المصطلح اللي أنا قلته ده من رأينا وتكرارا شيوخ منتصف العصى اللي هو بايه لن تعرف هو هنا ولا هنا حاجة جيلاتينية كده لازجة كده ما تاخدش منه عقاد نافع زي ما بيقوله مشكلة الطلاق الشفوي دي اللي بيتكلم فيها ساد الرئيس كل دول العالم اتخلصت منها خلاص ما عاد مصر ودولة تانية اللي ده على ذكر اسمها يعني آخر دولة لغة الطلاق الشفوي ما حدش يقدر يزايد عليهم في الدين المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية لا وده كلام بيان خش على اليوتيوب وشوف بنفسك ما تاخدش كلامي كده على على عاتقي لا شوف شوف كلام بيان وزير العدل في المملكة العربية السعودية الكلام ده من سنتين وقعد تهلل واقول ساعتها مبروك للمملكة عقبالنا يا رب المملكة ما عندهاش هل المملكة العربية السعودية حد يزايد عليهم في الدين قالوا بش حد يسمعها الطلاق شفوي ولا الطلاق غيابي يا الله يا سيدي ها هل هم بيرعبسوا بالأنكحة وبيتلعبوا بالدين حاشا لله وديوا الناس أهل دين ولا نزكيهم على الله أمال إحنا عندنا ليه بنزايد على بعضينا الموضوع خطير جدا وقام وزير العدل فيه بيان صريح قدام السادة الرئيس النهاردة وقال إنه كان منطقي جدا إنه زي ما حصل الزواج بوثيقة يبقى الطلاق بوثيقة وإحنا طلبين إيه يقول لك ده عبس بالأنكحة عبس بالزواج عبس أنا أنا مش ناسي الإحصائية اللي قالها سمحت المفتي قال لك إحنا بتتعرض علينا تطلع تلاتين ألف أضيط طلاق تلاتين ألف أضيط تلاتين ألف فتوى طلاق تلاتين ألف فلما بنقشهم بيقول لك الناس بيجنة في دار الفتوى بنقعد معاهم بنلاقي إنك نسبة قد إيه من التلاتين ألف دول اللي وقع الطلاق فيهم تلات حالات بس من تلاتين ألف يبقى الحكم في الشرع اللي إحنا بنفهمه وتعلمناه بيكون على الأغلب ولا على الأقل يعني معقولة تتحط فتاوى عشان تخدم التلات حالات اللي حصل فيهم الطلاق ونسيب التلاتين ألف حالة اللي ما حصلش فيهم طلاق طب دول اللي جمد دار الفتوى إيه رأيكم بقى للي ما أتحدش ليهم الظروف إنهم يروحوا دار الفتوى إيه رأيكم في العائلات اللي اتفتتت والأطفال اللي شردت والأموال اللي أنفقت وبددت والشوارع اللي امتلقت بأطفال الشوارع والتصرب من التعليم نتيجة العناد ما بين الزوجين واستخداموا الأطفال كبروت في المعركة الدائرة ما بين الاتنين علشان كلمة لا قيمة لها في عالم فق ما بعد الدولة مش قادرين نستوعب للأسف حتى في الفتاة وبرتاعتنا إن احنا بقينا في نظام اسمه الدولة لم تكن معروفة في الفق الإسلامي من قبل للأسف ففي أكذوبة اسمها الطلاق الشفوي الناس لسه بتحسابها إنها تقع والأسف الشديد وبيعاني الدولة كلها بتعاني منها والريس بيقول إنه الناس بيقولوا إن احنا خايفين يتقال إن احنا بنخدم السلطة هذا بيقول المشكلة إن البعض أسن بيني وبين الناس يا إما خندقين مختلفين متبعدين يا إما تبقى مع الشعب يا إما تبقى مع السلطة وليه الشعب والسلطة ما يبقوش لصالح مصر وده اللي أكده وزير العدل في حضرة السيد رئيس الجمهورية وقال إن توصيق الطلاق الكل وافق على مطابقة للشرع تقريبا ولا بد من الكشف الطبي والعائلي فاكريني موضوع الكشف الطبي اللي قلت لازم تبقى شهادة صحية حقيقية مش شهادة بخمسين جنيه بيتم تزورها إجراء روتيني وقد ثبت لدينا إن الزوج خالي من الأمراض إن ده كلام يؤدي إلى إلى غش وتدليس وكذب حدش يتكلم عن الكذب والتدليس ده للأسف وأكد على الكشف الطب والاجتماع وقال يعني إن شاء الله نسأل الله إنه يوفقوا إنه قال إن إحنا نبشرك قريبا يا رئيسات الرئيس ونبشر المجتمع المصري بقرب صدور القانون المنظم للأسرة تعالوا ناخد فاصل ونواصل تحليل هذا الكلام الهام ابقوا معنا أكرر تاني يا جماعة لما كبرنا يعلن عن محباته لله تدرك باطمئنان إن كبيرك له كبير وإن كبرنا له كبير ساعتها الواحد بيبقى مطمئن إلى أن هناك جهة تحكيم لا تضل ولا تغفل ولا تنام وتاني بكرر الحلقة دي أو الموضوع ده اللي احنا بنتكلم فيه أهم مئة مرة من تلتمية حلقة عن الحضو والنفاس أهم مليون مرة من خمسين ألف حلقة عن أحكام التيامم أهم مليون مرة عن أحكام اللحية والسواك إحنا بنتكلم في مستقبل ولادك وولادي الجيل اللي جاي إحنا خلاص وقتنا انتهى إنما الجيل اللي جاي ده هياخد مننا بلد شكلها عامل إزاي الأمانة اللي حنسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة واقفوهم إنهم مسؤولون عجبني جدا سيدة الرئيس هو أطلع بيقولك يا جماعة مش الوزراء بس اللي بيتحاسبه أنا واقف عشان تحاسبوني أنا واقف عشان أعرض لكم كشف حساب أنا كمان مش الوزراء بتوعي بس اللي بيديكم كشف حساب المشكلة عندنا يا جماعة إنه فين أصحاب الخطاب الديني من الحراكة الاجتماعية من الحوار المجتمعي معلش أنا بالله عليكم قلولي بس فين تجديد الخطاب الديني من أصحاب الخطاب الدين أنا يمكن أنا مش واخد بالي يمكن أنا متحامل خلاص اعتبرني متحامل قللي فين تجديد الخطاب الديني العملين يصرخ عليه ومش كده وبس ده بتوع الخطاب الديني بيزعلوا لما غير الأزهريين يدخلوا في الملف لا أنت دكتور ملكش دعوة لا أنت مهندس ما تتكلمش لا أنت سياسي وقعد ساكن لا أنت ميكانيكي ما تتكلم معين الموضوع خصنا كلنا الحوار الديني المجتمعي وبعدين على أرض الواقع ده قال اللي الرئيس قال إحصائية مخجلة جدا بصراحة يعني لما قالك أن أنا لما جيت أبني المسجد والكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة أنا عاوز أقول لحضراتكم أني فتحت باب التبرع للمسجد وللكاتدرائية جمعت قد إيه من التبرعات من المتدينين لهم كل الاحترام والتقدير طبعا عشرة في المية من التكلفة عشرة في المية عشرة في المية والباقي كله وإسلاماه الباقي كله وإسلاماه المساجد تقفلت المساجد تفتحت واللي تجمع عن عشان بلا مسجد عشرة في المية ايه ايه دلالة على ايه او كلام فين يا جماعة فاكرين لما ايام الكورونا لما كانت المساجد مأفولة وكان قالوا الحكومة بتغفر المساجد المساجد أغلقت طب يا أخويا المساجد تفتحت وريني مشيتك فرجني على خطوتك وريني المساجد المكتزة في صلاة الفجر انا مش عايز اتكلم بس عن الاعداد اللي بتنزل اتصال الفجر في المسجد عددهم قدي ايه لا داعي للكلام او في الاوقات العادية احنا اصبحنا نعشق الفتاوى والشعارات احنا غرقين فتاوى احنا ما انما التطبيق على ارض الواقع الحقيقة محتاج لإعادة تقييم ما بعممش عارف يلي فينك رسطيبين لكن الرئيس سأل سؤال وجه جدا يا ترى البيئة الدينية الان مطابقة لما كان عليه الاوضاع من قبل بيقول يا جماعة لابد من مساعدة مؤسسات الدولة نحتاج لحجد ودعم موضوع الموالي اللي الرئيس فتحه ان مصر محتاجها للشبكة موالي متطورة وقادرة بص الرئيس قال كلمة النهاردة اعتقد ان الكلمة دي من كلمات الحكم اللي لازم نحفظها بيقول الباطل باطل ولو اتبعوا الجميع والحق حق ولو اتبعوا واحد بس او لم يتبعوا احد يعني الباطل باطل حتى لو كل الناس اتبعوه حيفضل باطل وقال انا مش جاي اخد اخد فلوس الناس ده ده يعني الحصول على فلوس الناس ده امر لا يرضي له عنه لا يرضي له سبحانه وتعالى انا ضغري مين انا ضغري ربنا واللي يقدر على ربنا يتفضل يورينا نفسه يتفضل حشل الله طبعا فطبعا كلام كان مهم جدا وكلام قاله الرئيس حالة من حالات الصراحة والصدق كل كلمة تحتاج الى وقفة كل كلمة تحتاج الى ان احنا نقف عندها ونتأمل ونفهم اصدوا ايه بالكلام ده بيقول احنا الانجازات اللي اتعملت في حياتنا كل حاجة بتتعمل بيصرخوا عليه ده لدرجة يقولك نقرب من جنيت الحيوانات يقولك شوف اعتدوا على الظرافة حيموتوا الاسد حياكلوا الفيل والحديقة انتونيادس اللي موجودة في اسكندرية شوف اللي حصل ما عرفش ايه بيقولك شوفوا جيشنا مش هيكلوا بحاجة من حد جيشنا وعد درس بعد 67 استوعبوا واحنا مش هنسمح ابدا ان جيشنا يحتاج لحد ولا ان حد يفضل يلمله في حفلات او خلافه ولا لأي دعم خارجي وبعدين هو قال قال انت مش خايف من التغطية الاعلامية المضادة لتوجهاتك او مجوداتك قال والله الناس شايفة بعنيها في كل مكان اللي في المقاطم شايف اللي في المقاطم واللي في المطرية اللي ما دخلهاش غيري حيشوف بنفسه على ارض الواقع في كل مكان في مصر تعمير واصلاح والحياذ للفقراء وطالب بمنتهى الوضوح ادى اوامره وهو وافع المنصة بمنتهى الوضوح المرحلة القادمة لا تحميل للمواطن اي عبق لا بد من رفع الاعباء عن المواطنين لا بد من الانحياذ للفقراء لا بد من مد مزلة الحمال اجتماعية من الدولة لكل افراد المجتمع لا بد من الحفاظ على سلامة الامن الاجتماعي والوضع الاجتماعي ولا بد من الحراك والحوار والالتقاء وتكرار هذه المؤتمرات وهذه الحوارات بنقول لك ايه بنقول لك شكرا يا سيادة الرئيس وكلنا معك كلنا معك ولما قلت قبل كده وحقتم بيها الحلقة انا شيخ السلطان انا بفكر نفسي وبفكر الكل يعني شيوخ القانون احنا شيوخ الدولة احنا شيوخ النظام الذي اقره شعب مصر ما احنا شيوخ اشخاص ما قلتش انا شيخ الرئيس انا شيخ القانون والرئيس هو رجل القانون وكل مواطن في هذا البلد هو مواطن للقانون عاشت مصر وعاش جيشنا وعاش رئيسنا ونسأل الله عز وجل لبلدنا ان لا يخذلها ابناؤها اللهم امين صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة